لا الاهلي تأهل صحيح ولكن لسه في حسابات هنتكلم عليها بعد شوية ولكن قدامك وهو جانب من التدريب الصباحي اللي انه نهاردة الجهاز الفني كان حريص انه يعمل مران بدني للمجموعة اللي مشاركتش فيه مباراة الامس ويكون فيه مران استشفائي للمجموعة اللي شاركت فيه مباراة الامس قدامنا هو قهرباء موجود في التدريبات موجود حسين الشحات علم علوك كل اللي موجودين في مباراة المباراة النهاردة كانوا موجودين حضروا المحاضرة كلهم بلا السسناء وجلسة هيما بين خالد بيبو مع طاهر طاهر انبارح ممكن كان زعلان ده منطقي وطبيعي واحنا نفرح ان اللعاب زعلانه ملعبش لان اللعاب لو مش زعلان تقلق لكن اللعاب اللي يزعل انه ملعبش تفرح ليه انه هو عايز يكتهد عايز يلعو عايز يكون اساسي وهي دي المنافسة اللي احنا بنحب نشوفها في تدريبات الامة ومباراة الامة تمرينة هيما بين بيرس تاو وانطوني مودست بيرس تاو انبارع على فجرة جماعة ملعبش وبرس تاو كان من اللعابة اللي ظهرت بشكل كويس جدا في مباراة ميديامة ولكن هو عايز يتدخل بيرس تاو بعد المجهود الكبير اللي لعب به في مباراة ميديامة بعد العودة من كاس الامم لمباراة يانجي افريكنز بصوا الجهاز الفني حساباته ازاي لازم يسير الجهاز يشتغل ويشوف الافضل ليه في الايام اللي جاية قدامكم هو ده جانب من التدريبات وكمان رباية حراس المرمى مدرب الحراس نهاردة تدريب كان صباحي بقرة تدريب مسائي الدخول في معسكر مغلق استعدادة لمواجهة يانجي افريكنز باذن الله يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة مطش صعب الناس تقول لي صعب ازاي لا صعب جدا لان الاهلي بيتكلم على فكرة ان يتصدر المجموعة ازاي يتصدر المجموعة الاهلي حاليا تسع نقاط يانجي افريكنز 8 نقاط تعادل مكسب تصدرت المجموعة بيتأول المجموعة وده ما حصلش اعتقد من 4-5 سنين من فترة والجماهير ممكن تقول لي يا سيدي ما تخلينا مركز تاني او وصيف فيها فقل خير لما بنبقى تاني بنوصل الفاينل بناخد البطولة ماشي اوكي بس برضو الفرق الكبيرة لما بتكون المجموعة متاحة لها او ترتيب مباراة المجموعة او الصدارة متاحة ليه ما تلعبش على الصدارة تلعب على الصدارة لان كمان ممكن تستفيد باوبشن حلو جدا في القرعة انك تلعب ايابة دور ربع النهاية على ارضك في المرحلة اللي هتتلاقف في نهاية شهر 3 عموما متش صعب الجهاز الفني هيركز فيه بشكل جيد جدا محتاج طبعا يلعب المباراة بشكل ايجابي عشان يتصدر المجموعة لان انت لما تتصدر المجموعة الحسابات هتبقى غريبة شوية وطبعا الحسابات مش هنقدر نتكلم فيها بشكل مؤكد دلوقتي لان الفريق لسه هيلعب الجمعة ومش هيبقى عارف مين المركز في الفرق التانية يعني في مباراة كلها هتتلعب السبت الوحيد اللي يلعب الجمعة هو الاهل الاهل هو ينجي افريكانز الجمعة الساعة 6 وفي نفس التوقيت بلوزداد وميديام ولكن دي مباراة تحصيل حاصل نتيجتها غير مؤثرة لكن المباراة المؤثرة اللي هنعرف ممكن يلعب مين فيها دي مباراة يوم السبت يحدد من الاول ومن التاني ده عشر نقط وده عشر نقط هتروح على المجموعة التانية اسك ميموزا تصدر المجموعة بشكل مؤكد فبالتالي اسك لو الاهل يتصدر مش في طريقه بس هتستنى مباراة الوداد مع اسك وسمبا مع جالكسي سيمبا لو كسب واحد سفر خلاص سيمبا تاني المجموعة والوداد اوت خرج الحصوص اللي ممكن تخالي الوداد يتأهل ان سيمبا يتعادل على الارضه في تنزانيا مع جالكسي او يخسر ودي يعني مش عايز اقول لكم مش صعبة مستحيلة ورغم ان القرى فاش مستحيل ولكن ده لو حصل هتبقى مفاجأة مدويا للوداد يتأهل بهذا السيناريو ولكن لو هنتكلم على الاقرب سيمبا مركز تاني لان اسك تصدر المجموعة مجموعة الاهل وينجي افريكانز خلاص الاهل اول وينجي افريكانز ان تاني ويوم الجمعة نعرف المتصدر تبقى لنتيجة المباراة وان شاء الله الاهل يبقى اول في مجموعة بترو ا standardكو اول بتمع نقاط الترجي 8 نقاط الهلال السوداني 5 نقاط النجم السحلي 4 نقاط خرج بترو ا standardكو هيلعب على ارضه في انجولا مع النجم لو بترو كسب اول زي اسك لو بترو تعادل هيبقى عشرة ولو الترجي كسب الهلال هيبقى 11 فالترجي يبقى اول طب لو الترجي تعادل مع الهلال هيبقى 9 طب لو الهلال كسب الترجي الاتنين هيبقى 8 ونشوف المواجهات المباشرة بينه وساعتها يبقى بيترو متصدر ففي النهاية كده عشان الحزبة متعملش رغبطة شوية لغاية لما نشوف المباراة يوم السبت يوم السبت تبقى ليه نتاج المجموعات لو الأهل بإذن الله تصدر طريقه تبقى ليه المعيلة اللي ممكن نحطها إن مازمبي يخسر يخسر في بريتوريا فيبقى مازمبي تاني الترجي يتعادل أو يكسب فممكن يبقى تاني لو بيترو هتلككو كسب في أنجولا فيبقى أنت ممكن تلاعب مازمبي لأن أسك خلاص أول أسك ضمن تأهله خلاص أول مجموعة بغض النظر عن نتيجة الوداد أو نتيجة سيمبا فأنت بتتكلم على خيار من التلاتة اللي أنت تصدرت يا مازمبي يا الترجي يا سيمبا الحزبة اللي محدش يتوقحها إيه هي إنه ممكن تلاقي سانداونز تاني إيه هي إزاي طيب سانداونز تاني إزاي يعني نطلع أول ألاقي سانداونز تاني إبعد سانداونز دلوقتي سانداونز على فكرة متعدل في النقاط مع مازمبي عشرة وعشر ولكن في المباراة اللي تلعبت فيه لومنباتشي فيه الكونغو الدموقراطية مازمبي كسب فلو المباراة انتهت بالتعادل في بريتوريا هيبقى 11 نقطة و11 نقطة بس مين المتصدر وقتها مازمبي بفرق المواجهات المباشرة فدي الحالة الوحيدة اللي تخلي سانداونز تاني ساعتها لو الأهلي أول هيبقى ممكن سانداونز في طريق الأهلي زي سيمبا أو الترجي عموما الجمعة والسبت فيه مباراة منثيرة ماتش الترجي والهلال ماتش مهم جدا هيبقى الساعة 9 وماتش سانداونز ومازمبي الساعة 3 العصر أكيد هيبقى فيه متابعة كبيرة تبقى لنتيجة الأهلي ويانجا أفريكنز لو الأهلي أول المجموعة الأوراة الأسبوع اللي جاي هقول لكم كده بشكل حصري معادة الأوراة هتبقى إمتى وأول مباراة في دور التماني هتكون يوم 30 أو 31 مارس المقبل ده الجانب المتعلق بمباراة يانجا أفريكنز وكمان حصوص الأهلي في التأهل والمواجهات المتوقعة في الدور ربعنا وحاكم المباراة زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت حاكم من بنين اللي كان أدار مباراة سانداونز والأهلي في بريتوريا الحاكم لويس ديجيندو اللي بالتأكيد ليه صوابق يعني صعبة جدا مع الأهلي تحديدا في لقاء دور السوبر الإفريقي جدار بالجزاء لبيرستاو وإنزار هنا يعني حاكم عليه ملاحظات كثيرة جدا حاجة أخيرة قبل ما أطلع لفصل وهي متعلقة بتعرفين النادي الأهلي بيشتغل على أكثر من محور مش الكرة بس ولا النشاط الرياضي بس ومنسبة النشاط الرياضي تعرفين الأحداث كثيرة في الأهلي الفترة الحالية لازم أبارك لأسرة النشاط الرياضي تحديدا فريق كرة الطائرة رجال وفريق كرة الطائرة سيدات فازوا على الزمالك أمس وأول أمس في لقاء السوبر هنيئا لقطاع كرة الطائرة لأسرة النشاط الرياضي لمجلس إدارة النادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي على هذا الإنجاز الطيب على هذه النتائج المتميزة في الفترات الأخيرة الفوز في مباريات الطائرة تحقيق سوبر اليد على حساب الزمالك الانتصارات في كرة السلة الحمد لله تفرى كبيرة جدا في معظم الألعاب الرياضية سواء الجماعية أو الفردية آخر سنتين ثلاثة طائرة وسلة ويد وكمان بنتكلم على الكرة في الفترات الأخيرة طيب بجانب النشاط الرياضي النهاردة